بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يهتم بالوقاع والأحداث المستجدة خاصة العملية منها بحكم شرعي يعني يحتاج لها حقيقة شرعية تقلمنا أيضا عن في المحاضرة السابقة على ما هو موجود يعني حقيقة في المذاهب الأربعة من كتب عند الحنفية وعند الشافعية وعند المالقية وعند الحنابلة وسميناها مراجع وذكرنا أيضا كتبا يعني تخص أيضا هذه المادة وسميناها مصادر يعني فيما هو متعلق بفقه النوازلي الآن أتقلم وأنا في جعبتي الكثير من الكتب حقيقة أحببت أن أطرقها على مسامعكم وهي طبعا خاصة يعني بالفقه النوازل الحجي ونوازل الصيامي ونوازل الزكاة ونوازل الاقتصاد والسياسة وغيرها من الأمور الاجتماعية والتربوية وإلى آخر ولكننا بما أننا نتقلم عن موضوع الحقيقة اللي هو يخص الفقه فإننا سنكون في ذات هذا الموضوع فقط ولا نخرج عن إطاره يعني سنتقلم إن شاء الله عن ما يخص فقه النوازلي بالمعاملات إن شاء الله وسنثبت بعض المواضيع التي هي ستكون لها إن شاء الله تعالى يعني دراية وبحث من قبلكم ونصل بها إن شاء الله إلى حكم شرعي وقد وصل من قبلنا يعني حقيقة من هو يعني من فقهائنا وعلمائنا ولكن سنتخذ منهج البحث في هذا الموضوع حتى يعني نكرس جهدنا وعقولنا في هذا الموضوع ومراجع فيما قتبه فقهاؤنا في هذه المواضيع وسنحدد إن شاء الله في نهاية المحاضرة هذه المواضيع بإذن الله تعالى اليوم المواضيع التي اتطلقناها على أساس نتقلم بها هي موضوع أعتقد يمقل المصالحات التي هي مراجفة لهذا الموضوع وأعتقد تقعيد القواعد أو الأحكام هكذا يعني على ما أظن وما أظن بعد مفردة ثالثة وهي يمكن حكم المجتهد الذي هو في هذه المادة التي سيتقلم فيها من سيتقلم من له الحق يتقلم في المادة فقه النوازل أو من هو صاحب الإرادة أو صاحب الفهم أو صاحب العلم الذي له الحق يتقلم في فقه النوازل على غرار يعني هل أنه يتقلم كل واحد يعني في هذه القضية أم أنه فقط يتقلم فيها من كان عنده يعني حقيقة باع في هذه المسألة وتقلمنا في هذا الموضوع قليلا في المحاضرة السابقة التقبلة الآن يعني نبلش إن شاء الله تعالى هل هناك يعني أحد يعني عد لنا شيئا يعني عماد لو لا نتكلم بالله دكتور يعني أرى الله أعلم تتكلم وإنت دكتور ودخل بالموهور لأنه أقو طلبة جدد هم تحت ومين بتوسع الأوليف تمام 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 إن شاء الله البارحة هم الدكتور بالممتق العلمي سيد رسل جامعة وانطرح هذا الموضوع عليه موضوع التوسعة فأعز إلى العميد والهيئة التدريسية أنه يراعم مسألة الطلبة التحاق للطلبة الجدد يعني بالمحاضرات لا شك نعيدها طبعا المحاضرة السابقة رح نسوي لها عادة إن شاء الله زاك الله خدت إن شاء الله نستان نريد ماشي إن شاء الله المحاضرة قادمة لا رح تكون غشي إن شاء الله يريد يعني تهيئ من قبلكم إن شاء الله تعالى بس رح نعيد المحاضرة إن شاء الله لها تقلمنا بها ورح أدخل على الموضوع الذي أنا أريد أتقلم بها إن شاء الله سأكون رسالة دكتوراء حبيت أنه حقيقة سأخرجها إن شاء الله دقيقة واحدة هذه الرسالة هي مهمة حقيقة رسالة دكتوراء كنت ريد أو عز لكم يعني شاهدوها وشوفوها قبل الدخول بالموضوع اللي أنا أريد أتقلم به حقيقة لأنه هذه الرسالة تقلمت عن أعتقد هي رسالة الدكتوراء وعجبتني حقيقة وكل يعني رسالة معاصرة لكنها تقلمت في موافق النوازل يعني هي عنوانها منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية طبعا نمكن أنه يعني شوفوها إن شاء الله شاهدوها هذه الرسالة الآن أبدأ أتقلم إن شاء الله تعالى على ما جاء بها يعني حقيقة من المواضيع ونأخذ إن شاء الله أيضا طبعا نحن يعني حقيقة البط يعني أقو قلام للمعاصر إنه وعي يعني موجود حقيقة حاول هذه الموضوع لكن نحن نلخص يعني 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 أقوم موضوع مثلا المسيقنات الفقهية في إطفاء الآلام المدري إيش القيضاء يعني المسيقنات الفقهية في إطفاء آلام العبر الطبية الدراسة التأصيلية يعني حتى العنوان يعني يجذب يعني في حكم تناول العبر الطبية للصائم هو طبعا تناول القضية مثلا المفترات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة حلو هذا أيضا هذا المواضيع حاولوا سجلوها أتخلوا مثلا النوازن أفواً دكتور المحاضرة سجلت عماد المحاضرة التي سجلت إن شاء الله راح أبثها أفواً أفواً المسيقنات الفقهية في إطفاء آلام الأبرو دراسة تأصيلية في حكم تناول الإبر الطبية للصائم قولت المفترات الطبية اللي هي المعاصرة طبعا دراسة فقهية مقارنة حقيقة طبية مقارنة هماتي أنا مأخذها أقعدكم مثلا النوازن الفقهية المالية من قلال المعيار المعرض للإمام الوانشريسي هذا مأخذ يعني إمامه هو جائب من عنده بعض الجسمة أتقل مثلا وحوث فقهية في قضايا اقتصادية أو مثلا وحوث فقهية أو نوازل دور النوازل في القتابة التاريخية النوازل الأندلس مثلا وحاولة يعني أمور كثيرة حقيقة فقه النوازل فقه نوازل الصيام قضايا فقهية في النقل لأعضاء البشر طبعا قضايا فقهية معاصرة فقه النوازل وإشراف الدكتور صراح الصاوي وهذه كثير يعني حقيقة نوازل فقهية تربوية نوازل التربية والتعليم وهذا أيضا مأخذ بيها يعني بعض بعض المؤلفين يعني مثلا نوازل العقار دراسة فقهية تأصيلية نوازل العقار دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقار المعاصرة وهكذا يعني شوفنا يعني شوف هذه الأسماء اللي حس عرضناها من المؤلفات حقيقة الآن يعني ندخل على الموضوع اللي تقلمنا عنه في المحاضرة السابقة حقيقة طبعا احنا قلنا التعريفات اهم شي ندخل لنا عنها وراح نعيدها إن شاء الله تعالى هو طبعا مفروض ندخل لنا أيضا عن قضية الثبات المقدمة مثل ما ندخل لنا منها صاحب الرسالة الثبات أحكام الشريعة وشمولها والتعريف بفقه النوازل نشأته وأهميته وحكم النظر فيه طبعا بيان ثبات أحكام الشريعة وشمولها ولما نقول ثبات الشريعة يعني هو طبعا يعني النصوص ثابتة لاشق يعني ما تتغير وشمولها طبعا لكل زمان ومكان وراح ندخلنا معا التعريف بالحكم الشرعي ونأخذ شوية جزء من أقسامه وندخل القلوبة مباشرة على فقه النوازل وبيان نشأته وأهمية هذا الموضوع والحكم النظر في ما يسوه وما لا يسوه طبعا المقصود بالثبات هذه اللفظة حقيقة وردت يعني في القرآن الكريم في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقوله تعالى ولولا أن ثبتنا لقد قدت ترقن إليهم شيء قليل وقوله تعالى وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك إلى غيرها من الآيات والأحاديث وطبعا في أكثر من موضع يعني حقيقة وردت يقول ابن القيم رحمه الله في بيان معنى الثبات وأصله في اللغة ومعدة التثبيت يعني أصله ومن شأه من القول الثابت والقول الثابت هو القول الحق والصدق وهو ضد القول الباطل الكذب فالقول نوعان ثابت له حقيقة وباطل لا حقيقة له وأثبت القول وأثبت القول خريبة التوحيد ولوازمها هذه جملة يعني عن الثبات فقول الله سبحانه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الحق الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل وقد ختم الله سبحانه شرائعه بهذه الشريعة التي أرسلها بها نبيه التي أرسل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحكمها سبحانه فهي موصفة بصفة الثبات والبقاء فيكون الثبات الذي أقصده في هذا المبحث هو معناه ما جاء به الوحي من عند الله تعالى سواء باللفظ أو المعنى دون اللفظ وانقطع الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم ينسخ فهو ثابت محكم له صفة البقاء والدوام لا تتغير أو لا تغير له ولا تبديل وهو كذلك أبدا إلى يوم القيامة هذا ما نقصده حقيقة أنه إيش النصوص التي وردت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبلها يعني من قبل الله عز وجل في القرآن الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة لا تتغير وهذا منهج نعرفه إن شاء الله بعض الأدل على ثبات أحكم الشريعة ورسوق قواعدها منها قوله تعالى وتمت قلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وأيضا كما جاء في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله مبين المعنى هذا الآية القلماتي القرآن لا مبدل له لا يزد فيه المفترون ولا ينقصون يعني صدقا وعدلا أي فيما وعد وحكم ولا راد لقضائه ولا خلف في وعده وحقي عن قتالة رحمه الله تعالى قوله لا مبدل لها فيما حكم به أي أنه وإن أمكنه التغير والتبديل في الألفاظ كما غير أهل الكتاب التوراة والإنجيل فإنه لا يعتد بذلك ودلت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن لأنه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه لأنه من عند حقيم لا يخفى عليه شيء من الأمور كلها وهذا القرآن هو الحق والصدق والعدل الثابت الذي لا يمكن لأحد أن يبدلها ويغيرها هذا طبعا في نصوص تتقلم عن ثبات الشريعة الإسلامية وأنها لا تتغير ولا تتبدأ كما في قوله تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا أيضا الشريعة الإسلامية مرت عليها تلو القرون وهي ما زالت ثابتة راسخة لا تناقض فيها ولا نقص بل إن حاجات الناس لها تزداد مع تطور الحياة وتغيرها نحو مزيد من التشابق والتعقيد ولكن تبقى يوجد فيها هذه الحلول وصدق الله عز وجل القائل في مقيم التنزيل لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حقيم حميد أن الشريعة الغراء وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل كما بينا ذلك في مقدمة هذا البحث وأدلت بذلك أكثر من أن تنحصر إلى آخر أنا أختصر في القلام حتى ما نضيل عليكم وندخل في الموضوع حقيقة وأذكر بعضها على سبيل المثال يعني مثلا في قوله تعالى هذا طبعا قواعد تلق العلة ليوضح لنا مفهوما فإن استقراء جزئات تلق العلة ليوضح لنا مفهوما كليا بما يثمر قاعدة مصلحية تتفرع عنها أحكام لا حسر لها منها قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم يعني ما يجعل عليكم أو ليجعل عليكم من حرج ما أراد الله عز وجل ليجعل في هذه الشريعة الغراء من حرج ولكن يعني بهذا الحكم أراد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم وأيضا هذه الآية طبعا جاءت بعد آية الوضوء ومنها قوله تعالى في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لأنكم تتقوم وقوله تعالى يريد الله بكم المسر ولا يريد بكم العسر وفي الصلاة قوله تعالى إن الصلاة تتنعى عن الفحشاء والبقر إلى غيرها حقيقة من الآيات يعني نستوضح منها أو نستنتج مما يعني مضى أن الشريعة لو وضعت على غير حالة الثبات لأدى إلى تغيرها فإذا تغير منها شيء اختل ولأن تغير شيء منها موجب لأن تنتقل من حال قونها مشروع على المصالح على الإطلاق للضد من ذلك وهو خلاف الدليل لأن الشارع قصد بها أن تقوم مصالح على الإطلاق ومن الأدلة أيضا على ثبات إحكام الشريعة عصمتها من الوقوع في الخطأ والذرل والتحريف والتبليل وقوله تعالى طبعا هذه الآية التي هي معروفة لدى حضاراتكم قيفة أن الله عز وجل تقفر بحفظ القرآن قيمة قال الله عز وجل إنا نحن وزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذن الشريعة المباركة معصومة كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم وكما أن أمته فيها اجتمعت عليه معصومة أيضا وهذه العصمة مستمرة إلى يومنا هذا فكثرة النقلة ومؤامرات الكفرة وطول العهد كل ذلك لم يؤثر في عصمتها بل بقيت إلى هذا اليوم وهي محفوظة عن الغلط والتحريف ليس فيها دخيل ويقول شيخ الإسلام التيمية رحمه الله القرآن معصومون في حفظ القرآن وتبليغه والمحدثون معصومون في حفظ الحديث وتبليغه والفقهاء أيضا معصومون في فهم القلام والاستقلال إلى آخره طبعا من القلام الذي هو موجود ونحن نأخذ جزءا منه لا كله ومن الأدلة التي ينقل أن نستدل به على ثبات حقام الشريعة ورسوخ قواعدها ما قاله الإمام الوزاني رحمه الله السلف من الأئمة مجمعون على دوام التقليف إلى يوم القيام ولا يتحقق ذلك إلا بثبوت الشريعة وسلامتها إلى آخر وهي طبعا خلان طويل وعريض لأنها رسالة الدكتوراه لكن سوف أختصر وحتى نأخذ إن شاء الله جانب اللي نريده اليوم تقلم في موضوعنا الآن أنتقل إلى موضوع التعريفات إن شاء الله شمولها طبعا قبل موضوع التعريف شمول الشريعة وسعتها لكل ما يجد في الحياة يعني ما هو الجديد المقصود شنو بالشمول الشريعة وسعتها طبعا المقصود يعتبين من التعريف أهل اللغة أولا للشمول قالوا هو من قولهم يعني شملهم الأمر إذا عمهم وهذا أمر شامل ومنها الشملة وهي قساء يؤتزر به ويجتمل وجمع الله شمله هذا في الدعاء إذا دعا له بتألف أموره وإذا تألفت أي اجتمل كل واحد منها بالآخر وأما السعة فمن قول العرب هذه شملة تشملك إتساعك فإذا عم الشيء ووسع قوما أو فردا أو أشياء قالت العرب شملهم وشمله يعني وشملها فالسعة والشمول بمعنى واحد وكذا العموم والاضطرات لا يختلفان عن سابقهما لدلاتهم على المعنى مشترك وأما ما أقصده من معنى الشمول في هذا المبحث فهو شمول الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاجه الناس على الإطلاق فلا تخلو حادثة واحدة عن حكم الشريعة في جميع الأعصار والأقطار والأحوال فالمعاني التي تضمنتها الشريعة تعم جميع الحوادث وتسعها إلى يوم القيامة بعض الأدلة على شمول أحكام الشريعة ووسعتها لكل ما يجد في الحياة من هذا طبعا قوله تعالى ومعنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يترك شيئا إلا وبينه للناس وجعل فيها هذا القتاب دليل عليه إما بالنص أو الدلالة يقول أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى في بيان معنى هذه الآية يعني الله تعلم تبيان كل شيء من أمور الدين بالنص والدلالة فما من حادثة جليلة ولا دقيقة إلا ولله فيها حكم قد بيانه في كتاب نصا أو دليلا فما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم فإنما صدر عن كتابه بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخوذوا وما نهاكم عنه فانتهوا قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله له ما في السماوات وما في الأرض وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله فما بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من عند الله عز وجل وتبيان الكتاب له لأمر الله إيانا بطاعته واتباع أمره وما حصل عليه الإجماع ومصدره أيضا عن الكتاب لأن الكتاب قد دل على صحة الإجماع وأنه لا يجتمع على الضلال وما أوجبه القياس واجتهاد الرأي وسائر ضروب الاستدلال من الاستحسان وقبول خبر الواحد وجميع ذلك من تبيان الكتاب لأنه قد دل ذلك أجمع فما من حكم من أحكام الدين إلا وفي الكتاب تبيانه من الوجوه التي ذكرنا وللإمام الشافع رحمه الله تعالى نص نفيس ذكره عند قوله تعالى ونزلنا على الكتاب تبيانه لكل شيء يقول فيه يعني فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها هذا القلام يعني يقول واحد مشتهد ويقول أيضا من إنسان يعني نعرفه ونعرفه قدره وجلالته وإمام الشافع رحمه الله وقد قال هذا القلام ويعرف ما في قتاب الله عز وجل فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها طبعا ففي هذه الآية وغيرها دلالة صريحة على شمول هذه الشريعة لجميع ما يحتاج والناس في جميع المجتمعات على مر العصور وتغيره وتغير الأحوال ولذا سمي القرآن فرقانا وهدى وبرهانا وبيانا وتبيانا لكل شيء وهو حجة الله على الخلق على الجملة والتفصيل والإطلاق والعمل وأيضا فيها أدلة كثيرة لقد ننتقل أيضا إلى الموضوع الآخر حتى ما نطل عليكم إن شاء الله اللي هو إجمع موجود عندكم في هذه الرسالة ستطلعون عليها إن شاء الله الأمر اللي هو بعدها يأتي اللي هو طبعا التعريف بالحكم الشرعي وأقسام والتعريف بالحكم الشرعي وأقسام معروف لديكم هذه قضية يعني من الوصول الحكم الشرعي لغة هو معناه المنع ذلك يقول يعني من وقل القضاء أو القاضي يعني حكمت السفيها أي منعته وهي طبعا نقول حكمه أي قنصره وأحكمه كأكرمه وحكمه بالتضعيف في معنى منعه ويقال حكمت السفيها وأحكمته إذا أخذت على يديه إلى آخره طبعا وهذا الحكمة هذا قياسها لأنها تمنع من الجهل وتقول حكمت فلانا تحكما أي منعته والمعاني الحكم التي بمعنى منع قولهم يعني حكمة اللجام وهي ما أحاط بحنقه الدابة وسميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد أو هي الحديدة في اللجام تكون على أنف الفرس أي حنقه يعني معنى تمنعه من مخالفة راقبه وأما تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كما هو طبعا في الحكم العام هذا طبعا وقيل إسناد أمر إلى آخر إجابا أو سلبا معنى إثبات أمر لأمر يعني مثلا يقول الله تعالى كتب عليكم الصيام هذا إثبات أمر لأمر لأنه كتب عليكم كتب أي فرض هذا أمر الصيام الذي هو المقصود بيه وقيل إثبات أمر إلى آخر إجابا أو سلبا مثل تقول زيد قائم وعمر ليس بقائم وهذا التعريف لمطلق الحكم أي أنه أن الحكم بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام عقلي وعادي وشرعي العقلي هو ما يعرف فيه العقل نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه مثل الواحد نصف الاثنين هذه مورة عقلية للرياضيات يعني أو اللغة العربية تعرف أنه هذا فعل وهذا فاعل وهذا اسم وهذا حرف هذا حكم عقلي الحكم العادي هو ما عرفت فيه النسبة بالعادة مثل الماء الماء يعني مثلا على سبيل المثال نقول الماء مروا هذا في الإثبات وفي النفي مثل ضوء القمر ليس محرق يعني ضوء القمر ليس بمحرق أو مثلا الشمس محرقة هذا أيضا حكم عادي تعرفه بالعادة يعني أو مثلا هذه الآفة كذا يعني هذا بالعادة تعرف الآفة مثلا تؤذي فلانا الحكم الشرعي مثلا هو المقصود بالتعريف والبيانة في هذا المقام وقد اختلف الوصولين في تعريف الحكم الشرعي إلى عدة تعريفات لا تخلوهم من رد واعتراض لكن يعني حقيقة هذا مبني على اختلاف نظرهم في علاقات الشارع بالأحكام وقد اتجهت هذه النظرة إلى عدة آراء واتجاهات وجزها في مائل يعني من أراد بالحكم الشرعي ما أخبر به الشارع بناء على أن الأحكام صفاته للفعل وأن الشارع بيّنها وقشفها ومنها ما يعلم بالعقل ضرورة أو نظرا ومنها ما يعلم بها بهما ويسمى الجميع أحكام شرعية أو تخص الأحكام الشرعية بما لم يستفد إلا من الشارع وهذا الصلاح المعتزل وغيرهم من المتقلمين والفقهاء ومن أراد بالحكم الشرعي ما أثبته الشارع وأتى به ولم يكن ثابتا بدونه بناء على أن الفعل حكم له في نفسه وإنما الحكم ما أتى به الشارع وهذا في قول الأشعرية ومن وافقه من السنة لأنهم يعني المعتزل قدموا العقل على الشرع على النقل يعني والأشعرية لا يعني حكموا الشرع بالعقل يعني ليس العقل هو المقدم فأهل الاتجاه الأول يقصدون بالحكم الشرعي ما أخبر به الشارع فقط وهو العلم المستفاد من الرسول صلى الله عليه وسلم مما علمه أمته بما بعث به من الإيمان والقرآن والقطاب والحكمة نظروا إلى أن هؤلاء طبعا نظروا إلى الحكم الشرعي من جهة قوله علم يعني علما أو علما أو اعتقادا أو خبرا صادقا وإيضا إلى قول هذا العلم المستفاد من الشارع من جهة طريقه ودليله وصحته إلى آخره وأما أهل الاتجاه الثاني أرادوا بالحكم الشرعي أنه ما أثبته الشارع وعمر به قل واجب والمستحب وسار على هذا أكثر الأصوليين أيه هذا المطلوب الصواب في هذا أن الحكم الشرعي يقول ثارة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وثارة ما أثبته وأمر به وثارة يجتمع الأمران فالشهادة مثلا من جهة كرونها صادقة مطابقة لخبرها فهي من القسم الخبري ومن جهة أنها فرض واجب هي أيضا من قسم الطلب هذا يعني خلام يعني عام حقيقة في ما يعني يخص الأواقصام بل أنتم تعرفون أن الأقصام الحكم الشرعي يعني حقيقة هي خمسة عند الجمهور المتقلمين ولكن عند الحنفية هي سبعة قسموها طبعا وفي التقسيم الحنفية أدقوا من تقسيم الوصوليين لأنهم جمهور المتقلمين لأنهم نبعت أصولهم من الفقه أي من داخل الفقه فهم درسوا الفقهة ثم بعد ذلك أصلوا من جمهور المتقلمين أصلوا ثم دخلوا في الفقه وهذا طبعا فارق كبير لذلك نوعا أنهم مثلا عن سبيل المثال قسموا الفرضة والواجه وقالوا المقروه كراه التنزيل وكراه التحريم نعم واقضة يعني وقد يعني استوضحوا ذلك في كتب الأصولي ومن أراد أن يستزيد له ذلك طبعا الآن حقيقة نشوف لبعده حتى ممنا التعريف المختار للحكم الشرعي طبعا هو قبل ما نختم هذا الموضوع هو خطاب الله المتعلق بها فعال المقلفين على سبيل اقتضاعي والتخييري والوضع وهذا أيضا موجود يعني أتكون إن شاء الله أنه الخطاب يعني هو قلامه سبحانه ذو اللفظ والمعنى وليس هو المعنى النفسي مجرد عن اللفظ والصيغة والقرآن أو كان بالواسطة وما يرجع إلى قلامه من سنة أو إجماع وأسائل الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع لمعرفة حكمة لا تخرج عن هذا الأصل والسنة هي المصدر أو ما يصدر على الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه تشريع راجعة إلى قلامه لأنها موجية له وهي وحي الله إليه قال تعالى وما ينتق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى متعلق بأفعال المكلفين يعني ارتباط به على وجهه يبين صفته من كونه مطلوبا أو غير مطلوب والمراد بالأفعال يعني ما يعده العرف فعلا سواء أكان من أفعال القلوب كالاعتقادات والنييات أما من أفعال الجوارح واللسان كأداء الزكاة وتقبيرة الإحرام وجميع التصرفات القولية ويدخل فيه الكفوق ترق الزنا وإلى آخره والمراد بالمكلفين من كان بالغا عاقلا ذاكرا غير مقرأ وخرج بخطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف الخطاب المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به فقوله تعالى يعلمون ما تفعلون هذا خطاب من الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث أن الحفظ يعلمون ما نفعل ويخرج في ذلك بهذا القيد ما تعلق بذاته سبحانه تعالى نحو قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو وما تعلق بصفته سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما تعلق بفعله سبحانه نحو قوله تعالى الله خالق كل شيء وما تعلق بذات المكلفين نحو قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم وما تعلق بالجمادات نحو قوله تعالى ويوم نسير الجبال إذن هذا كله يعني يخرج بهذا التقييد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ومعنى الاقتضاء معناه الطلب وهو إما طلب فعل أو طلب ترق والشريعة قلها مبنية يعني افعل ولا تفعل وطلب الفعل إن كان جازما فالحكم هو الإيجاب وإن كان غير الجازم فهو الندب وطلب الترقي إن كان جازما فهو التحريم وإن كان غير الجازم فهو الكراها وأما التخيير فهي التسوي بين الفعل وبين الترق ويسمى هذا الحكم من إباحة على التخيير يعني قوله تعالى مثلا وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله سعرنا في الأرض الفسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو 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 هذا للتخيير طبعا هذا مثال يعني أما الوضع فهو خطاب الشارع بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا مثلا يعني القاتل الذي يستعج بالشيء قبل أوانه يعقب بحرمانه في الميراث فهو يشعله سببا لحرمانه هذا أيضا على سبيل الوضع فهو خطاب الشارع بجعل الشيء سببا في حرمان القاتل من الميراث لأنه استعجل قتل أبيه أو صحيحا أو فاسدا أو قول الفعل رخصة أو عزيمة أو إلى آخره وقولنا بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع احتراز من قوله تعالى وإذ قلنا لملائقة اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم قوله تعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية وقوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلى هين ثمين ونحب ذلك واقسامه طبعا يعني الحكم التقليفي والحكم الوضعي يوم هذا لدينا ذاقل هذا ما رح يهن لأنه نحن ما رح ندخل نشوف أنه أيضا هذا إن شاء الله عليكم شوفوها إن شاء الله تعالى تراجعوها التعريف المختار لأحقام حكم التقليف التعريف الواجب ما هو الواجب ما هو المندوب وتعريف المحرم والمباح والسبب ما ذكرنا يعني شنو السبب السبب أعام من يعني العلة والعلة هي الأعام الشرط طبعا معنى الشرط المانع وإلى آخرها هذه أمور هذه أصولية حقيقة والفرق بين الحكم التقليفي والحكم الوضعي الذاقرة هو الرجل تقلم عن هلاق لكن ستطول بنا وإحنا موضوعنا 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 بدخل على التعريف بفق النوازل وبيان مشأته لكن إن أحببتم طبعا للطلاع على هذا الموضوع فلا بأس به طبعا الآن موضوعنا مدخل عليه هو التعريف وذكر شيئا من قدمه ضغطا وصلاحا النوازل في النغة كما ذكرنا في المحاضرة السابقة هي جمع لنازلة مفردة وهي المصيبة الشديدة من شدائل الدهري تنزل بالناس طبعا يقال نزلت بهم نازلة ونائبة وحادثة ثم آبدة وداهية وباقعة ثم بائقة وحاطمة وفاقرة ثم غاشية وواقعة وقارعة ثم حاقة وطامنة وصاخة هذا التقسيم اللغوي للنوازل باعتبار درجة ومرتبة شدة هذه النازلة بالناس وتجمعوا وتجمعوا على نوازل ونازلات هذا من جهة اللغة النازلة هذا في الدغة يعني حقيقة ما رح تنطين معنى حقيقي للنازلة لفقه النوازل لأنه مركب إضافي لأقل هذا من جهة الدلالة دلالة اللفظ للنازلة فقط الآن التعريف بالنوازل في الاصطلاح تطلق قلمة النوازل بوجه عام على المسائل والوقائع التي تستدعي حكما شرعيا النوازل بهذا المعنى تشمل جميع الحوادث التي تحتاج لفتوى أو اجتهاد ليتبين حكمها الشرعي سواء كانت هذه الحوادث متقررة أم نادرة نادرة الحدوث وسواء كانت قديما أم جدي قديما أفوا أم جديدة غير أن الذي يتبادر إلى الذهن في عصر الحاضر من إطلاق مصطلح النازلة انصرافه إلى واقع أو حادثة جديدة لم تعرف يعني في السابق بالشكل الذي حدثت فيه الآن ويعني هناك طبعا جمعت بعض تعريفات النوازل يعني لبعض العلماء والباحثين المعاصرين يعني يعني تجلية لهذا المصرح وبيانا لمعناه فمن هذه التعريفات تعريف الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله بأنها القضايا والوطائع التي يفسر فيها القضاء طبقا للفقه الإسلامي شوف شوف يعني كيف دخل وين أرى أنه قضايا وقاعدة تفسل فيها القضاء مع العلم هذا التعريف يعني حقيقة لا يصلح أن يكون تعريفا كاملا يعني لماذا يعني حقيقة قلنا ما يصلح أن يقول تعريف شامل لأنه قال القضايا وقاع صحيح هذه عامة لكن يفسر بها القضاء فقط حسنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اعتذر معاكم طلاب السلام عليكم اعتذر شوي خلد الحاسبة تسمعوني لا بس دكتور نعم واضح دكتور نسمعك ايه العفو لأن صار خلد بسيط اسمعه دكتور نسبة زي الآن فقط نعيد عفو قلت توقفت عن تعريف الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله بأنه اختص في القضايا والوقاع وهو عام لكن حقيقة حصرها وين فقط في القضاء وهذا وهذا طبعا رح رح خلينا لأنه نعرف أن التعريف هو جامع مانع كما تعلمون يعني فإذا كان هناك فقط في القضاء هل هي محصورة نازلة في القضاء أو في غير القضاء أكيد أنها في غير القضاء موجودة وبالتالي فإن هذا التعريف أعتقد أنه لا ينقل الاعتماد عليه الثاني تعريف الدكتور حسن الفلالي بأن الواقعة والحادثة التي تنزل بالشخص سواء في مجال العبادات أو المعاملات أو السلوك والأخلاق حيث يلجأ هذا الشخص إلى من يفتيه بحكم الشرعي في نازلته يعني نوعا ما هذا التعريف قد يكون بقبول لأنه قال الواقعة والحادثة التي تنزل بالشخص سواء في مجال العبادات نعم معاملات أو السلوك وأخلاق يعني أخذ كل الجوال ويلجأ هذا الشخص إلى من يفتيه بحكم الشرع في نازلته التعريف الآخر اللي أيضا ورد تعريف الأستاذ عبد العزيز بأنها خلوف عبد العزيز خلوف بأنها في الواقع مشكلة عقائدية أو أخلاقية أو ذوقية يصدم بها المسلم في حياة اليومية فيحاول أن يجد لها حل أن يتلام وقيم المجتمع بناء على قواعد شرعية يعني تعريف الأستاذ عمر عباد بأنها واقعة اجتماعية يبحث لها عن حكم شرعي من خلال النصوص القرآنية والحادثة النبوية وأقوال الفقهة فيها تعريف الأستاذ الدكتور محمد الحبيب بأنها حادثة واقعية نزلت بالناس في زمان ومكان معين سئلة عنها مفتن من المفتين أو إحالة من طرف المحكم على المفتين واقعة يعني هذه التعريفات يحتاج إلى الدراسة حقيقة ونقف عندها نحن كطلاب دراسات عليا أكاديميين ونحتاج إلى أن نقف عندها إن شاء الله ونرى من هو يعني حقيقة أكثر واحد دقة في هذا التعريف وصل في الألفاظ التي وضعت في هذا التعريف وفي القيود الاحترازية وما هو المفروض أن يدخل والمفروض منها أن يخرج حقيقة عموما هذا ما وجدناه يعني في بيان أو من بيان لمعنى النوازل عند بعض المناصرين بعد طول طبعا بحث التحري هذا الكاتب وليس ليه حقيقة أما العلماء الأقدمون فلم أجد أحدا عرف النوازل أنا أحتاج من هذا القلام أن نندقق أكثر هل فعلا أن العلماء الأقدمون لم يعرفوا هذا لكم يعني السؤال ويحتاج لأن نطرح في المحاضرة الجاية ونجد له إجابة مثل ما أيضا أطرح هل هذه التعريفات هل هي صالحة بمعنى النوازل أيضا هذا السؤال نطرح لكم إن شاء الله طبعا موجود على الشاشة راح يعرض ويبث لكم إن شاء الله ورح تأخذوها والمحاضرة الجاية صاحب الأطروحة الدكتوراه يقول أن العلماء الأقدمون لم أجد أحد يعرف النوازل تعريفا دقيقا يصدح أن يكون حدا لها وإنما أعطوا تصورا عاما عن النوازل لا يصدق عليه أن يكون تعريفا لمصنح النازلة وطبعا يعليل هذا القلام بالسبب بسببين أو ثلاثة أولا أن مصرح النوازل لم ينتشر ويتداول إلا في القرون المتأخرة وليس عند جميع الفقه والوصولين بل عند بعضهم ثانيا وضوح المعنى وشيوعه قد يغني أحيانا عن بيان حده وتعريفه ولعل النوازل من هذا القبيل ثالثا أن مرادفات لفظ النوازل والمصلاحات المقاربة له لا تقل شئنا في التداول وشيوع عن مصرح النوازل ذاته وقد يظن أن أهمال تعريفه أو أن أهمال تعريفه كان لدخوله تحت أحد المصطلحات المرادفة له المعروفة والمشهورة عن الولماء كالأقضية والأقضية يعني القضاء والفتاوى والمسائل والأجوبة فلا يحتاج إلى إفراده بحد خاص القلام يحتاج حقيقة هذا القلام إلى تدقيق من قبلكم كطلاب علم هل أن هذا القلام صحيح؟ أنه مصرح النوازل لم يتشر وددول إلا في القرون متأخرة هل ما حدثت نوازل عند الصحابة؟ هل حدثت نوازل عند التابعين؟ تابع التابعين؟ متى بدأت النوازل يعني يحتاج هذه الأسئلة حقيقة نقف عندها الرابعا أن الذين قتبوا في النوازل يهتموا بالجوانب العملية تطبيقية المعالجة للوقاع والفتاوى النازلة من الناس ولم يهتموا بالجغال بالنظرية التي تؤثر وتبين مصطلح النوازل ومنهج استخراج الأحكام فيه أعتقد أنه القلام يعني به شوية نوع بالتجريح لأنه لا شك أن علماءنا السابقين لا يكتبون التأصيل ديش لأنه إذا يكتبون الناس يفهمون القضية في الوقت الحاضر نحتاج إلى التأصيل أما في السابق عهدهم لا يكتبون يعني هم يعني هم حقيقة ولماء وحتى قبل قالوا ما يوثقون أصلا ما يكتبون أصلا المصدر وكذا ومدري إيش يعني 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 يحيلك على المصدر وما يكتب المصدر حقيقة لا يكتبون حقيقة المصادر سابقا ولكن يحيلون إليها فقط يقول لك مثلا راجع المصدر الفلاني مثلا الغنية أو على سبيل المثال كتاب مثلا الهداية وهكذا فما عندهم يعني حقيقة أنه إيش يكتب لك المصدر الفلان ويقول لك راجع فلان كتاب يعني يعني أعتقد كان عندهم صدق في هذه المسألة يعني الآن يعني الأمانة والصدق شبه يعني لا تجدها يعني موجودة إلا ما شاء الله عز وجل على عد الأصابع ولذلك تجد يعني نحتاج لأنه ذكر المصادر وإلى عموما ونظرا لأهمية تعريف النوازل وضرورة بيان المراد من هذا المصطلح لقيام أركان البحث على معناه الاصطلاحي يعني احتاج إلى أن نعرف تعريفه وبيانه فأقول فيه يعني صاحب الطروحة يقول وبالله التوفيق النوازل هي الوقاع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد وهذا القرام دقيق الوقاع الجديدة أو الحادثة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد من قلنا بها نص إذن هي منازلة من قلنا بها اجتهاد إذن هي منازلة إذن لا يكون فيها نص ولا اجتهاد ولما نجي نعرف يعني أو نشرح التعريف الوقاع هي كل ما يقع للناس من قضايا ومسائل تحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها سواء كانت في أبواب المعاملات أو أفوال في أبواب العبادات أو المعاملات أو أحوال الأسرة أو ما يتعلق بالحدود والبيانات والدعاوى والأقضى وغيرها من قضايا الناس الاجتماعية واقتصادية أو السياسية الجديدة قيد في التعريف يعني يخرج الوقاع القديمة لأن مرادنا في البحوث والنوازن المعاصرة التي يحتاج الناس فيها لاجتهاد شرعي يبين حكمها أما ما مضى وقوعه فلا يقصد في اصطلاحنا التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد هذا قيد أيضا يخرج الوقاع المستجدد التي سبق فيها نص أو اجتهاد والمراد بالنص هو ما كان ثابت بالقرآن والسنة والإجماع لقيامه عليها أو عليهما والمراد بالاجتهاد هنا أي النازلة التي لم يسبق فيها فتية أو حكم شرعي من العلماء أو المجتهدين هناك بعض الفقهاء تناولوا مصطرح النازلة وأرادوا المعنى اللغروي أي المصيبة الشديدة من شلائد الدهر تنزلوا بالناس وأطلقوا هذا المعنى عند ذكرهم لمسألة القنوط في النوازل وعلى هذا يحمل قولهم بأن الإمام أن يقلو تفصلات إذا نزلت بالمسلمين نازلة يقول شيخ الإسلام ابن تيمين رحمه الله في مسألة قنوط النوازل بعدما ذكر الأقوال فيها وحجت كل فريق مع نصه فيقول القنوط مسنونا عند النوازل وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فإن عمر رضي الله عنه لما حارب النصارى قلت عليه من قنوط المشهور اللهم عذب كفارة أهل القتاب إلى آخره وهو الذي جعله بعض الناص سنة في قنوط رمضان وليس هذا القنوط بسنة راتبة لا في رمضان ولا في غيره بل عمر رضي الله عنه قنة لما نزل المسلمين من النازلة ودعى في قنوته الذي يتناسب تلقى النازلة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنة أولا على قبائل بني السلين الذين قتلوا القرواء ودعى عليهم بالذي يتناسب مقصوده ثم قنة ثم لما قنة يدعو للمستضعفين طبعا هذا موجود أيضا في الرواية في صحيح بخاري طبعا ومن أصحابه يدعى بدعاء يتناسب مقصوده وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم بابا قال في ترجمته له باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزل من المسلمين نازلة نازلة من عياذ بالله واستحباب واستحبابه في الصبح دائما ثم ذكر أنواع من النوازل كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ضائر من المسلمين ونحن بذلك طبعا أهلا الآن نمر بهذا المور ونحتاج طبعا إلى هذا حقيقة الدعاء وهذا مثال يعني في العبادات بعض المصطلحات المرادفة للنوازل وهذا موضوعنا اليوم الحوادث ومفردها حادثة قال الأزهري رحمه الله الحدث من أحداث الدهر يعني شبه النازلة وغالب استعمال الفقهاء والأصولين قد يطلق على يعني يطلق بعض الأصولين على النازلة اسم المجتهد فيه أو محل الاجتهاد وقليلا ما يعني تذكر فيه أحكام النوازل لأن المجتهد فيه يشمل النوازل وغيرها أما على النازل يعني اسم المجتهد أو اسم المجتهد فيه أو محل الاجتهاد الذي نذكره هو قليلا ما تذكر فيه حقام النوازل لأن المجتهد فيه يشمل يشمل النوازل وغيرها أما الحوادث ففي الغالب أنها فيما يجد من الوقاع الحادثة التي لن سبق فيها حكم الوقاع مفردها واقعة جاء في لسان العرب الواقعة الداهية والواقعة النازلة من صروف الدهر والوقاع في الحوادث في شيوع استعمالها في معنى النوازل والمسائل والقضايا والمستجدات وهي من المصطلحات العامة التي تتناول النوازل الفقهية وغيرها ولا يصح جعلها مرادفة للنوازل بل النوازل أخص في المعنى ولكن قد تطلق أحيانا عليها لوجود قيد أو قرينة تخصصها بالنوازل والمعاصرون يغلب عليهم استعمال مصطلح المسجدات في النوازل المعاصرة النوازل بين الاجتهاد والإفتاء طبعا هل هناك عن السؤال حقيقة قبل ما أنتقل عنه نعم دكتور طبعا دكتور عندي السؤال النازلة لما تظهر وإلهي حكم هل تبقى أسمها النازلة أم ينتهي أسمها النازلة نعم إذا ظهرت النازلة وبان لها حكم هل تبقى اسمها نازلة نعم لأنها نازلة وبين لها حكم الآن أصبح لها حكم لماذا سميت نازلة لأنه ليس لها نص أو اجتهاد لكن في حال وجود الحكم لها لا يعني يعريها من النازلة بل تبقى أنها نازلة شيخي لأنه مثلا على سميث دكتور فهل يعتبر تسمح لي دكتور نعم تفضل لما عرفها القحطاني دكتور وقال هي الواقعة الجديدة التي لم يصبق فيها نص أو اجتهاد إذن كان لم يكن فيها نص اجتهاد والآن أصبح فيها نص اجتهاد على التعريف ما يعتبر أيضا فيه الواقع الذي هو هذا التعريف دكتور حسن دكتور اي تمام يعني الآن أنت تقول لما نخصصها بحكم شرعي فهذا يعريها من أنها نازلة يعني تبقى هي نازلة في حال عدم وجود لها حكم أو اجتهاد لكن إذا وجد لها الحكم والاجتهاد يعني لا نسميها نازلة لا خلص إن شاء الله يعني تبقى على أنها إيش وجد لها حكم وهذا الحكم الآن يعني أخرجها من النازلة إلى ما هو يعني متيسر للناس في حكمها من أنه مثلا التحليل أو التحريم وهذا فيه المعاملات أو العبادات وغيرها نعم بعد أكو سؤال جزاق أكو سؤال بعد طبعاً نحن قلنا يعني هناك فرق بينها وبين الوقاع والاستجدات والمسائل وهذا قلنا من العلم المحاضرة السابقة يعني النوازل بين الاجتهاد والإفتاء الاجتهاد والفتية من المصطلحات القريبة للموضوع النازلة لذلك سنبين يعني معناه كل منهما ثم نذكر أوجه المقاربة بينهما يعني الاجتهاد في عرف الوصولين له تعريفات كثيرة من ذلك ما قاله الآمدي رحمه الله في تعريفه بأنه استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه ومن ما قال أنه يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن نزيد الطلب وعرفه ابن الهمام بقوله الاجتهاد بذل الطاقة من الفقيه في تحسن الحكم من شرعية الظنية وعرفه الإمام البيضاوي حيث قاله استفراغ الجهد في درق الأحكام الشرعية قال أن الحاجم في تعريف الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع لتحسن ظن من حكم شرعية وعرفه القثير الفقهاء والأصوليين لكن أن أقرب التعريفات للصحة تعريف الإمام البيضاوي لقلة ما يرد عليه وليوضوحه وشمول الاجتهاد الفردي والجماعي ووجه المقاربة بين الاجتهاد والنوازل أن الاجتهاد وعاء النوازل وبه نبين حكمها في الشرع وبينهما التلازم في الغالب أما الفتية فقد عرفها الإمام القرافي رحمه الله بأنها إخبار عن حكم عن حكم الله وقيل إنها الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الزام يعني الفتية على غير الاجتهاد يعني وقيل إنها الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الزام وأحسن ما قيل في تعريف الفتوى هو أن الإفتاء إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل ذلك أن الإخبار بحكم الله تعالى عن غير سؤال هو مجرد إرشاد لا إفتاء والإخبار به عن سؤال في غير أمر النازل هو تعليم لا إفتاء يعني الإخبار بحكم الله تعالى من غير السؤال هو مجرد إرشاد لا إفتاء والإخبار به عن سؤال في غير أمر النازل هو تعليم لا إفتاء قثير من الأصوليين يرى أنه لا فرق بين الإفتاء والاشتهاد وأن المشتهاد هو المفتي والمفتي هو المشتهاد والحقيقة أن هناك فروق بينهم الافتاء هو الإخبار بثمرة الاجتهاد والاجتهاد لا يتضمن الإخبار بتلك الثمرة والفتوى غالباً ما تكون جواباً عن سؤال مستفتن بعينه بعقص الاجتهاد ثم إن حكم الحاكم لا ينقص اجتهاد مثله بخلاف الفتوى فلمفتن آخر أن ينظر فيما أفتى فيه غيره ويفتي بخلافه أما علاقة النوازل بالفتاوى فالنوازل تختص بالحدوث والوقول فهي أضبط في التعبير من الفتوى التي تشمل سؤال الناس عن إحكام الشرعية سواء حدثت أم لم تحدث قواه وتعريف بعض من الوصولين بمعنى أن المسائل عبارة عن تفريعات وفروض في حين أن النوازل تقتصر على وقاء الحادثة هكذا نجد هذه الأسماع تتردد في كتب الفقه والنوازل ويختلف الصيغ والمسمى واحد فتراهم يقضون مسائل فلان وأجوبة فلان وفتاوى فلان وكل شيء واحد لا يخرج عن سؤال السائل والجواب المفتي سواء كان السؤال واقعاً أم متوقعاً هذا مختص فيما يخص حقيقة المصطلحات المرادفة وفيما يخص الفرق بين الفتوى والاجتهاد وعندنا المطلب الثاني هو نشأة علم النوازل وأهم الدراسات السابقة حوله فيما يخص نشأة علم النوازل يعني جاء الإسلام في عصر المبعث كحدث بارز من الأحداث الكبرى التي غيرت نجرة تاريخ الإنسان وعهد الفاصل بين الفوضى والنظام وفي الأفكار طبعاً وشؤون الحياة وفارق بين الكفر والإيمان وقال الوحي المنطلق الأساس لجميع التصميرات والأفكار المتقدات إلى آخر قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمر لا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشأة من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم نظم القرآن القديم كثيراً من المجالات الإنسانية فيما يرجع للتفقير والسلوك وشرع لكل حالة ما يناسبها كما أجاب عن أسئلة السائلين وأنار دجا حيرة المتطلعين وفي القل ذلك هداية ورحمة من رب العالمين هذه السماء هي التي أضفت على القرآن القريم وصفه بالتفريقة والتنجيم كلما نزلت حادثاً ما قون من بعض تلك الوقاعة والأحداث ما يعرف بعلم أسباب النزول فنزول القرآن كان أكثر وهو على حسب الوقاعة والقضايا والتي كانت تقع للمسلمين فيبير القرآن أحكامها وكثيراً ما كان الصحابة إذا نزلت بهم نازلة تسارعوا للسؤال عن حكمها فينزل القرآن أو تبين السنة فيسارعون الامتثال فيكون أثبت في أذهانهم وأرسخ في قلوبهم فبقي السنة المجارية فإذا نزلت بهم نازلة رفعوا السؤال أهل العلم فأجابوا بما علموا أو قالوا لا ندري وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم على منج القرآن في القيام بأمر النظر في النوازن والوقاع بالفتية والاشتهاد وقد بيّن الإمام القرآن في رحمه الله أن تصرفه عليه الصلاة والسلام هو إخبار عن الله تعالى بما يجده في الأدلة من حكم الله تبارك وتعالى وبعد أن بيّن رحمه الله الفرق بين تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتية وتبليغ الرسالة وحكمه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن تصرفه بالفتية هو أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم وقد ثار جدال عديد ونصني حول اجتهاده عليه الصلاة والسلام لكن قيامه بالفتوى في أكثر من مقام يرجح القول باجتهاده صلى الله عليه وسلم لأن الفتوى عملية تنبني على الواقع بدليلها كما تقوم على الاستنباط ورسول الله صلى الله عليه وسلم عين الدليل أو عين الدليل واجتهاده وفتواه عليه الصلاة والسلام مؤيدان بالوحي إذ لا يقره الله سبحانه على باطل وحاشاه من ذلك وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليها ولعل بعضكم أن يكون ألحنى بحجته من بعضهم فأقضي بلحبه مما أسمع وقال يقول الإمام الشرقان رحمه الله فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالاجتهاده ما لم ينزل عليه فيه شيء وخالف في ذلك قوم وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم وقد قلف الله سبحانه الأمة بالاجتهاد والاستنباط من النصوصي بناء على أمانة الاستخلاف والرسول صلى الله عليه وسلم كان أول القائمين بهذا الأمر لتتأسى به أمته فيما يقع بها من نوازن ومسائل يقول من قيم رحمه الله وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده وقال يفتي عن الله بوحيه المبين وقال كما قال له أحكم الحاكمين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتقلفين قد جمع أبو القيم رحمه الله جملة صالحة من فتواه عليه الصلاة والسلام ضمن قتابه القيم إعلام الوقعين مرتبا لها على الأبواب الفقهية وبأقواله صلى الله عليه وسلم وبأفعاله وإقراراته تربى جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم على سنن هذا العرث العظيم الذي ورثوه المصطفى صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه في مجال الفتوى والنظر الشرعي للوقاع المستجدة والحوادث الطارئة قال الإمام أبو شام رحمه الله فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها من كتاب الله وسنة نبيه وكانوا يتدافعون الفتوى ويودوا لو كفاهوا إياها غيره وكان جماعة منهم يقررون الكلام في المسألة اللي لم تقع ويقولون للسائل عنها أكان ذلك فإن قال لا قالوا دعه حتى يقع ثم نشتهد فيه كل ذلك يفعلون خوفا من الهجوم على ما لا علم لهم به واشتغالا بما هو الأهم من العبادة والجهاد فإذا وقعت المسألة لن يكون بد من النظر فيها ولذلك قلت فروعهم الفقهية بخلاف من بعدهم وذلك أن الحكم فيه النازلة لم يكن يصدر إلا بعد تأنن وتقليب لوجهات النظر في تيق النازلة وكيفية ربطها بالدليل الذي يحكمها يقول محمد بن حسن الحجوي رحمه الله في هذا الشأن فمهما نزلت نازلة فزعوا إلى الشورى فلم تصدروا الفتوى والحكم إلا عن تبصر وحكمة ولذلك قل ما يبقى الخلاف بخلاف الزمن النبوي الذي قال الخلاف فيه معدوما وبخلاف عصر من بعدهم الذي قثر الخلاف لنعدام الشورى في غالبه فمجلس أبي بقر وعمر وعثمان وعلي كان مجلس تشريع وفقه واستنباط ومشاورات وخصوصا الأولان منهم ومع هذا الاحتياط البالب في الحكم على النوازل والمسائل وردت كثير من اجتهادات عن بعضهم كما يقول المقيم عمو الله وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره وقد اجتهد صحابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنفهم كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا لعصر في بني قريضة اجتهد بعضهم وصلها في الطريق وقال لم يرد منا التأخيرة وإنما أراد سرعة النهوض فنظروا إلى المعنى واجتهد آخرون وقالوا وأخروها إلى بني قريضة فصلوها ليلا فنظروا إلى النفظ وهؤلاء سلف أهل الظاهر وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس الصحابة رضي الله عنهم مثلوا الوقاع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها وفتحوا لعلماء باب الاجتهادي ونهجوا لهم طريقه وبيّنوا لهم سبيله طبعا ما يعني عنف النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه وإنما أقر الطرفين بهذا الاجتهاد وجاء بعدهم أصروا التابعين وقد ساروا على نهج الصحابة وردوا عليهم أجمعين ملاحظين طريقتهم ومذهبهم في حل المسائل الطارئة مراعين أصول الفتوى عندهم في رجوعهم إلى مصادر التشريع وفي مبادئهم العامة التي رعوها في اجتهادهم ولهذا كانت أحكامهم في النوازل والوقاع الأكثرتها لم تظهر فيها هو نعم نسويكم مشاركة أنا سيد طبعا نسوي مشاركة للعرض حقيقة مفروض نسويكم إياها حتى عماد بس راح أشير الشاشة إذا أموزحنا بياي دكتور نزلت الكتاب على القروب ممكن يرجعوني افتقنونه لأشرح عن ناسي وحتى يصير تقارب بالأفكار شوية أنا أعتذر شوية هذا أموزح ما بس دقيقة بس أشير على الشاشة مرة أخرى أشير علي أنه حتى راحنا حتى ما المفروض المحاضرة أصل بها محاورة إن شاء الله محاور خلام أفضل لما أنا أشرح فقط لأنه الآن أس صار تشير للشاشة نعم دكتور طلعت الشاشة جميل الآن أس لأن الكتاب واضح إن شاء الله نعم دكتور واضح جيد نعم توقفنا إلى أن عصر التابعين أيضا هما كانوا حقيقة يعني ساروا على نفس نهج الصحابة رضو الله عليهم أجمعين وهم بذلك أيضا ملاحظين طريقتهم ومذهبهم في حل المسائل الطارئ المراعين وصول الفتوى عندهم في رجوعهم من أمصاد التشريعي وفي مبادئهم العامة التي رعوها في اجتهادهم وهذا كانت أحكامهم في النوازل والوقاء على كثرتها لم تظهر فيها هوة الخلاف بينهم وبين الصحابة أو بينهم وبين بعضهم من التابعين وإن كان حدث شيء من الاختلاف المحمود الذي لم يبلغ ما وصل إليه من بعدهم وهذا التنوع الاجتهاد وقد حدث في نهاية عصر التابعين حين أولادة المذاهب الفقهية التي تميزت بمناهج اجتهادية مختلفة نظرا لتساعد رقعة الإسلامية في عصر الفتوحات الإسلامية أو الفتوحات وانتشار الصحابة التابعين في تلقى البقاعي وتفاوتهم في الإلمان بالسنة النموية بين مقتل ومقلم فتفاوت نظرهم وإصطنباطهم من الأحكام تبع لذلك ومن صور هذا الاختلاف اختلافهم في التخصيص وعموم الكتاب بخبر الأحاد أو القياس تعلمون يعني عموم الكتاب بخبر الأحاد هذا عني الحنفية طبعا كما هو الآن موجود في يعني في الفاتحة بالعبادات مثلا على سبيل المثال في الصلاة هل أنها يعني يفرض عن واجب أو النية مثلا على سبيل المثال عندهم شرط لصحة الصلاة وليست يعني هي رقم نعقام الصلاة على خلاف الجمهور المتكلمين أو القياس وناقما يقول بالقياس وناقما لا يقول به نعم وهل الحديث المشهور يخصص علم القرآن القريم هذه طبعا قيود ووصول لكل مذهب وأكثر من حقيقة قيل بها هو مذهب الحنفي رحمه الله رحمه الله يخصص علم القرآن ويقول مقيدا إطلاقي في الألفاظ وهل يستدل برواية ثيقات مطلقا سواء أكانوا فقهاء أم غير فقهاء أو يكتفى برواية الفقهاء منهم دون غيرهم وهل الحديث المرسل حجة أو لا وهل يعتبر عمل أهل المدين حجة وهذا طبعا القلم المالقية وهل فتوى الصحابة حجة إلى غير ذلك من قواعد اجتهادية بعدها حركة التدوين لفقه أئمة حتى انتشرت وكثرت المصنفات والمؤلفات والكل مذهب الناظر في سير حركة التعليف الفقهي على مدار العصور يجد أن التصنيف الفقهي قد سلق مسعرين الأول في مجال الشروح والتعليق وبيان الأحكام وفق النسق الترتيبي التقليدي وهذا هو الغالب على المصنفات في مجال الشروح والتعليق وبيان الأحكام الموجود مثلا شرح كتاب أو علق على كتاب على حاشية أو على متن وهكذا لذا تقول هذا شرح على حاشية فلان أو تعليق على حاشية على مثلا تعليق على الشرح مرات 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 مو فقط جسمة على المتن والثاني مخصص بتسجيل الواقعات والحوادث وبين فتوى العلماء فيها هذه المصنفات وإن كانت تراعي التبويب والترتيب الثقيف في الوالم إلا أن طريقة عرضها تكون عن أشقي السؤال وجواب وهذه المصنفات التي تعنى بالفتاوى أطلق عليها عدة مصطلحات أشرها الفتاوى النوازل الأجوبة المسائل المواقعات القضايا الحوادث الغالب عند الأحناف والشافعية والحناف لإستخدام مصطلح الفتاوى والواقعات والأجوبة بينما المالقية يغلب عليه الاستعمال مصطلح النوازل أهم الدراسات السابقة للنوازل دراسة قتب الفتاوى مهمة لمن يتصدى لبحث النوازل فيتعطي للباحث صورة عن الوقاعة التي حدثت في السابق وما قيل فيها من أجوب وراح تزداد الصور وضوح لديه فيقدم على بحث النوازل الجديدة بهمة وروية وانشرح صدر كما أن دراسة قتب الفتاوى تعطي الباحث تصور عن مكانة النوازل الجديدة لأنه لم يجدها أو مثلها فيما سبق يستطيع القلبي أنها واقع لم تحدث من قبل وليست من مواضيع الإجماع بل ولا من المواضع التي سبق القول فيها ولهذا سيضع منهجا جديدا لبحثها بخلاف ما لو وجدها قد بحثت من قبل من قبل ولهذه الأهمية وغيرها قالت دراسة كتب الفتاوى مصدرا لمعرفة أحكام النوازل ومنحجية النظر فيها وسأذكر يعني إن شاء الله بعضا المصدقات للسوفية بالفتاوى والنوازل عند النظام أبدا قالت ذكرتها بالمحاضرة السابقة سعيدة إن شاء الله فتاوى البزازية لمحمد البزازي وهذا يقولنا مطبوة الفتاوى الظاهرية لظهير الدين محمد البخاري مخطوط هذا فتاوى الولواجي لظهير الدين المكان الملواجي مخطوط فتاوى قاضي خان ضغر الدين حسن منصور أو الزنجن أيضا مطبوة طبعا تقوم الفتاوى الزينية لظين الدين الإبراهيم بن نجين مطبوة الفتاوى السراجية هذا أيضا شبيه مطبوة تقوم الفتاوى المرادية مخطوط عفوا السراجية مخطوط المرادية أيضا مخطوط نابوسي مخطوط تمرتاشي مخطوط المحمد بن عبدالله التمرتاشي تاوى الحانوتي لشمس الدين محمد بن مرحانوتي مخطوط وعنده في المذهب المالقي أجوبة بن سحنون مخطوط نوازل بن رشد وطبوع نوازل البرزلية أو الفتاوى البرزلية هذا أيضا مخطوط وقد اختص هذه الفتاوى من قبل تناميذ مثل أحمد حلولا القروي واذقم المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علامة أفريقيا وعندلس هذا مطبوع وإكتاب المعيار ونوازل البرزلية وفتاوى بالرشد تعد مصدر المهم المصادر لغل الفتاوى والنوازل في ذلك المالك وفيها معلومات وأجوبة لعدد كبير من الماء حول المسألة الواحدة مما يثري بحثها ويوضحها وهذه المنزة قلة ما توجد في قتب مذهب الأحكام في نوازل الأحكام أو الحكام في نوازل الأحكام القاضي عيار وولده محمد البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليف في مساء المستخرج لأبي الوليد من الرشب القطوي مطبوع نوازل لعيسى بن علي الحسين العلمي مطبوع فتاوى الإمام الشاطبي لأبي سحاق بن مراهيم بن موسى الشاطبي بن أندلسي مطبوع وفي المذهب الشافعي قلنا فتاوى الإمام النو رحمه الله مطبوع فتاوى من الصلاح فتاوى الإمام السقي فتاوى الشيخ الإسلام العنصاري فتاوى الإمام من الحجر العسقراني مخطوط فتاوى القبرى الفقه لمن الحجر مذهب الحنبلي مساءل إمام أحمد مساءل إمام أحمد بن حنبلي الشيباني مطبوع جوابات مساءل من شاقلة بن البطة المخطوط والجوابات والمسائل وردت من الحرم القاضي بيعلى مخطوط الفتاوى الموفقة بالقدامة مخطوط مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام من التأمير رحمه الله مطبوح الفتاوى الأحمدية لبيل عبدالهاد مخطوط الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية للسفرايين ومخطوط والأجوبة الجليف في الأحقام الحمبلية للقدوم وموسى بن عيسى الناغلسي مطبوح والدرم السنية في الفتاوى النجدية جمع ترتيب عبدالرحمان بن قاسو المطبور وعاقذ فتاوى والرسالة الشيخ محمد بن مراهيم جمع عهام محمد بن عبدالرحمان بن قاسو المطبور بالإضافة لما ذكر من كتب الفتاوى النواز المذهبية فإنه هناك الجانب المهمة في دراسة نواز المعاصرة متعلق بالقرارات وتوصيات المجامع الفقهية سواء التابعة لرابطة العالم الإسلامي أو التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي هي بحوث حقيقة صدرت عنها في ما يخص هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية توصيات وبحوث المؤتمرات الفقهية الندوات العلمية التي تهتم لمستجدات الفقهية المعاصرة وكذلك لا تصدروا مجالس الفتاوى في بعض البلاد الإسلامية كل ذلك مصدر مهم لدراسة النواز المعاصرة من الناحية العملية التطبيقية التي ينقل من خلالها معرفة الضوابط والقواعد المنهجين الحكم على النوازل المعاصرة أما ما يتعلق بالدراسات التأصلية النظرية للنوازل فلائقات أجل المسلفات اهتمت بهذا الجانب ولعل هذا البحث محاولة متواضعة تصلت شيء من الضوء على نظرية النوازل الآن أهمية البحث في أعقام النوازل والنظر في ما يسوق من النوازل وما لا يسوق لكن أريد أسمع الآن فتشي منكم إن شاء الله للطلاب يعني فيما تقلمنا عنه ونتقلم عن هذا المبحث أو عن هذا المطلب المطلبين حتى نكتفي ونأخذ إن شاء الله المسائل المهمة اللي رح نأخذها إن شاء الله فيما يتعلق في النوازل المعاصرة منها على السبيل المثال فيما يخص بنوغ اللي يموقن ويجمعون بها الحليب حليب الأمهات الآن ويضعون في هذا الضرب طبعا الموجود عندهم هذا الشيء والرضاء هل هذا يعتبر يعني هل هذا هو من المحرمات اللي لا أيضا عندكم فيها طفل الأنابيب هذا المسائل رح نأخذها أيضا تلاقي أن نسترع التباقل إن شاء الله في قضية هذه المسائل والبحث عنها عن ما قيل فيها من أحكام إن شاء الله وكانت هنا كنازلة جديدة اطرحوها علينا ولعدنا أيضا شنو نأخذ بها إن شاء الله إنها أيضا قضايا من القروض البلغية الآن أطرحوها من الموظفين الآن موجودة وفي كثير من ناحية يعني يعرضوها علينا هذه طبعا هذه القروض صالحة يعني هل هي مباحة أو غير مباحة إلى آخر إن شاء الله هل هناك سؤال أحبابنا أم أحفظكم دكتور من ناحية المصادر المصادر كلها هاي نحفظها أم ثلاثة كل مذهب دعا إنما هي ليست للحفظ إنما للمراجعة والاطلاع إن شاء الله طلب الدكتوراه لابد أن تكون عندكم يعني هناك إثراء في المراجع والمصادر وليست فقط فارك الله يعني فيما يعني يتناوله طالب العلم على الأنترنت لأنه هذه مراجع موجودة في المذاهم وقد يعني ذكرنا فيما يعني يقول منها ما هو مطبوع ما هو مخطوط لا زال مخطوط يعني لعل بعض طلبة العلم يعني يعني حقيقي منقلا يريد يقول والله حقك هذا المخطوط وآن يريد يعني حقيقة فارك الله أظهره إلى النور حتى يقول في متناول أيدي طلبة العلم يعني هو مراجع مصادر مراجع للمذاهب الأربعة ومصادر من ما ذكرناها في الوقت الحاضر ويعني لا زالت طبعا المجامع الفقهية تكتب وتكتب في كل وقت لأنها النوازن ما منتهية وهي موجودة تصيب الفرد أو تصيب الجماعة نعم شكرا دكتور حياك الله خيري بعد أقل سواء أكثر حداثة وأكثر تجددا وأكثر تقلبا وواقعية بالتالي نحتاج إلى إيش يعني في إطار هذه الأمور اللي إذا تظهر حاجة إلى إيش إلى حكم شرعي لأن النوازن كثيرة حاجة إلى اجتهاد إذن حاجة دائما أدامة وقاء الحياة تتجدد أحوال المجتمعات تتغير تتطور النظر الفقه يدعو لفتح باب الاجتهاد في كل ما استجد المسال وأحقام وفق ضوابط وشروط تحقق للناس نعيما امتثال لأحقام الإسلام يقول الإمام الشرط رحمه الله لأن الوقاع في الوجود لا تنحصر فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة ولذلك يحتاج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره ولا بد من حدوث وقاع لا يكون منصوصا على حكمها ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد وعند ذلك فإما أن يترك الناس أن يترك الناس فيها مع أهوائهم أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي وهو أيضا اتباع للهوى وذلك كله فساد وحقيقة وحقيقة هذا خلال شاطبي دقيق جدا ونحتاج إلى أنه عدم ترك الناس وفيما يعني يقعون به من أهواء بالتالي هذا سيقول مفسد على المجتمع وهنا يتصدر من هو أهل لهذه القضية من طلاب العلم ومن علمائنا الأقارم من يعني وفقه الله تعالى في العلم الشرعي الذي جمع بين علوم الحديث والعلم التفسيري والفقهي يعني علوم الآلة وبين اللغة العربية وغيرها في النظر في هذه المسائل إذن شريعة الغراء شريعة صالحة لكل الزمان ومقى هذا طبعا القلاب نسمع كثير قلنا وقلنا نعني بذلك أنها على اهتوالي من القرون فعلا أثبتت أنها شريعة صالحة لكل زمان لم تتوقف فيها في يوم من الأيام عجلتها أبدا بل أنها جميع أزمانتها ودلنا على ذلك كثير حقيقة بل أنها حقيقة أوجدت لكل حادثة أو لكل نازلات حكمها الشرعي وقالنا في ذلك تقول لنا أن هذه الشريعة هي فعلة من قبل الله تعالى لمن لا يصدق أنها من قبل الله عز وجل والأصوص القرآن والسنة كثيرة بحيث بلغت التواتر المعنوي من أجل ذلك كتب الله وقال الله وما وقال وقال بمنع الاجتهاد أو غلق بابه مطلقا فقد رمى الشريعة واتهمها بعدم وفائها بمصالح الناس المتجددا وشيقق في خلودها وبقائها أبدا الزمان ولهذا جعل الله تعالى هذه الشريعة مبنية اعتبارا على اعتبار الحكم والعلن وجعل أحكامها كليات تتفرع عنها أحكام مختلفة الصور ومتحدة المقاصد لا تختلف باختلاف الأمم والعوائد قد أجمع العلماء في سائر الأصور إلا الذين لا يعتبوا خلفتهم على أن علماء الأمة مأمورون بالاعتبار في أحكام الشريعة والاستباط فيها باعتبار طريق الاجتهاد والقياس ويوم أن ابتدأت الأمة الإسلامية في عصورها المتأخرة بغزو الحضارة الغربية لها في عقل دارها تطلب الأمر جهدا مضاعفا وتحريا طويلا وبحثا دقيقا للأقوال والأدلة حتى يتميزنا الحق وينبلج صبحه في كثير المساء الاقتصادي والمالية أموما هذه القناة الكثير رعاة لحاجات مصالح العباد وهذه أيضا أتركها لكم تتطلعون عليها إن شاء الله فيما يعني يخص منها الأشخاص وفيما يخص منها يعني يعني أكيف أن هذا الذي سيعني أول القضية ويحكم فيها يجب أن يكون عنده تقوى تقوى الله عز وجل عنده علم شرعي تنفيذ الفرصة على الآخر في قوانين وضعية لأنه يحاولون الآن كثير من العلمانيين اللي هم ساذجين أن يدخلوا العلمانية لقوانين في الدساطير الدولية لاستيرادها من الغرب وإدخالها إلى مجتمعاتنا وحقيقة هي لا تلائم المجتمع الإسلامي تجديد الفقه الإسلامي وهذا التجديد قلمة تجديد الفقهة لا تقترب من قلمة التجديد معنى أنه نغير الثوابط الثوابط الموجودة لقد هذي نقصد بها وهي أنه مقاع والأحكام والإجتهادات التي تحتاج إلى أنه يلجأ المشتهد والفقه للتعليف والتصنيف القضايا ومساعدتك المدونة من قبل ربط قوة الأمة أو ضعفها بتقديم أو بتقدم الاجتهاد أو تأخره نعم الأمة تنضبط وتتقدم بيش وهذا طبعا مما جعل أمة الإسلام أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها باقية إلى قيام الساعة فعلا يعني يقول الإمام الشهرستاني رحمه الله لأن تنضبط قط وشريع من الشرع إلا باقترار الاجتهاد بها لأن ضرورة الانتشار في العالم الحكم بأن الاجتهاد منتبر وهذا يعني الاجتهاد مناطق قوة والتقدم والانتشار في العالم وشريعاتنا هي حقيقة يعني فعلا تضع أو تؤكد على قضية الاجتهاد وتلفية التقليد والجمود عندنا أيضا فيما يخص النظر فيما يسوقه من النوازن وما لا يسوق المسائل طبعا المسائل هو حكم الاجتهاد على وجه العموم يعني قبل أن نذقلنا فيما يسوق النظر فيه وما لا يسوقه أحب نقدم بعض المسائل بالتحرير من أجل تحرير محل الزعف حق وشتات في النوازن الحادثة بقالنا يعني تقريبا حوالي يعني شون ردعا وضقم ترى لأن الساعات اللي فاتت السابقة اللي ما أخذناها في المحاضرتين الأوليين أعتذر يعني الإنقالة عليكم إن شاء الله لنأجل النفع المسائل الأولى حكم الاجتهاد على وجه العموم يعني حكم الاجتهاد على سني جمال القول بجواز الاجتهاد مذهب الجمور هذا القول الشيخ الإسلام التيمير رحمه الله الذي عليه جماعي الأمة على الاجتهاد جائز في الجملة صرح بعض المسائلين بأن يحكم الاجتهاد واجب على القفاية وهذا على سبيل بيان على الجواز المطلوب إنها الأدلة على ذلك قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث نفشت فيه غلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وجه الدلالة قوله تعالى إذ يحكمان على أن داود وسليمان عليه وسلم حكم في هذه الحادثة معا كل منهما بحكم مخالف لآخر ولو كان رحيا لما ساغ الخلاف فدل على أن الحكم الصادق لكل منهما اجتهاد يؤيد ذلك قوله تعالى ففهمنا سليمان إذ خص الله سليمان عز بتفهيمه الحكم الصحيح ولو كان الحكم نصا اشترك في فهمه الاثنان عليهم الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم وقد حافلت السنة النبي القفير بواقع الحوادث التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حكى الإمام بكر الجصاص بإجماعنا ذلك قائل وقد استقر عن إجماعه الحجة لما قدمنا على تسوير الاجتهاد في أحكام الحوادث والرجوع إلى النظر والمقاييس أما حكم الاجتهاد على وجه التفصل فهم يختلف بحسب أهلية المجتهد وحسب نوع المسألة المنظور فيها وحسب الحاجة إليها وحسب الوقت الاجتهاد قد يكون واجب إذا كان النظر أهلا الاجتهاد وكانت المسألة مما يسلغ فيها الاجتهاد وقد قامت الحاجة الشديدة إلى معرفة الحكم مع ضيق الوقت ويقول مستحبا إذا كانت الحاجة قائمة وكان الوقت متسعا مع الكون المجتهد أهل الاجتهاد ويقول محرما إذا لم يكن النظر أهلا ولم توجد الحاجة لذلك أو كان أهلا الأقل كانت المسألة مما لا يجوز الاجتهاد فيها بأن كان المحكم منصوصا أو مجمعا ويقول مباحاً إذا كان المجتهد أهلاً وقالت المسألة مما يستبع وقوعها ويقول مباحاً إذا كان المجتهد أهلاً وقالت المسألة مما يوقي وقوعها وققت متأسعاً مسألة الثانية بدأ جواز القول بخلو وقاع عن حكم اللحتاء بعد أن مهدنا الحديث بيان حكم الاشتهاء على وجه الإجمال والتفصيل بقي أن أشير لآن مسألة يذكروا بعض المسؤولين عند حديثهم عن النغازل وهي هل لله في كل واقع حكم يدل عليها؟ هذا السؤال مقسم العلماء في هذا المسألة لفريقه فريق الأول هو من الجمهور وقالوا لا تخلوا واقع عن حكم الله تعالى فيها والفريق الثاني بعض الأصوليين اشتهر منهم أبو بكر الباقلاني رحمه الله الذي نقل عنه القول بجواز كل واقعة عن حكم الله تعالى حجة الباقلاني رحمه الله تتلخص بقوله إنما آخذ الأحكام محصورة منطقة لأكتاب السنة والإجمال والوقاع لا تتناهي أو تتناهى ويستحيل أن يرد ما لا يتناهى إلى ما يتناهى وقد رد الجمهور على قول الأمام باقلاني رحمه الله واعتجل رأيهم بما يتك أولا أن الصحابة القرام والتابعين لهم بإحسان ونجابة بعدهم كانوا يتصدون الوقاع التي تحدث في زمانهم ويصدرون فيها الفتاة والأحكام سواء كانت الوقاع جديدة لم تحدث من قبل أم تقرض الحدوث سبقا أفتي فيها ومع ذلك كله لم يعحد أنهم تركوا واقعة دون حكم على قطرة وقوع الحواد فيه الفتوى منذ عهد الصحابة إلى لومنا هذا ولو صح خلوة واقعة عن حكم الله فيها لتفق وقوع واحدة على الأقل ولما لم نجد مثل هذه الواقعة صح القول بعد خلوة الوقاع عن حكم الله إن القول بخلوة بعض الوقاع عن حكم الله يؤدي للقول بعدم قفاية الشريعة وصلاحيتها للتطبيق في كل الزمان ومكان بل يؤدي للقول بنقصان الشريعة والله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم استعمدينها يقرى شيخ الإسلام التيمير رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين حصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله فإن هذا الأصداء هو أصل أصول العلم والإيمان قال أيضا أما العمليات وما يسميها الناس الفرود والفقة فهذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن بيان فيما فما من شيء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه إلا بين ذلك وأما القول بأن ما أخذ النصوص المحسورة وأن ما يتناهى يستحيل أن يفيه بما لا يتناهى فيرد عليه من وجهه أولهما أن النصوص تشمل الوقاع إما نصا أو دلالة أو معنى أو قياسا وهذا باب واسع لاستثمار المصوص يعني لا يمكن أن نقول خلص يعني ابتهى النصوص تشمل الوقاع فيما يتناهى إلى آخر فيما لا يتناهى إذن النصوص تشمل وقاع إما نص أو دلالة أو معنى القياس وهذا باب واسع لاستثمار النصوص وقواعد الشريعة مترددة بين طرفين أحدما محصور والآخر غير محصور فالنجاسة مثلا محصورة والطهارة في مقابلها لا حصر فيها والتحريم محصور والإباحة لا حصر فيها الواقع يعني الإباحة يعني قل لا أوجد فيما أوحي لأي محرمة على الطائم يطلع أو أنه كل شيء على الإباحة ما نبير الدليل أن ألقذها إلى إيش في التحريم فإن الإباحة أعم والتحريم أخص بالواقع إذا تردد من الطرفين ووجدت في شق الحصر فذلك وإلا حكم ما فيها بحكم الشق الآخر الذي أعفي الحصر عنه فظهر بهذه الأدلة أن الصواب الشمول الشريعة لكل وقاء في كل زمان ومع وفيما يخص ما يسوق الاجتهاد فيه من النوازل وما لا يسوق هناك شروط ذكرها بعض الأصوديين في مسألة المجتهد فيها لتحقق لنا من خلال هذه الشروط ما يجوز الاجتهاد فيه من النوازل والوقاع وما لا يجوز ويمكن أن نجمل هذه الشروط في معين أولاً أن تكون هذه المسألة المجتهد فيها غير منصوص عليها بنص قاطع أو مجمع عليها وكل حكم ثبت بدليل عقلي القطع في الصنوات الخمسة والزكاة والصوم الحج ونحوها مما اتفقت الأئمة عليه إنجليات الشرعي فليس مجال الاجتهاد والدليل على هذا الشرط حديث معاذ رضي الله المشهور إذ جعل الاجتهاد مرتبة متأخرة إذا لم يوجد كتاب ولا سنة قد كان منهج الصحابة رضي الله عنه لنظر في الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم الاجتهاد ومعلومه أن الاجتهاد يكون ساقطاً مع وجود النص قال ابن عبدالبر رحمه الله باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين بزول الازل وقال الخطيب ابن عبدالبر رحمه الله أيضاً باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص وقال ابن القيم رحمه الله فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وصفوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص وذقرة إجماعاً على معنى ذلك ثالياً أن يكون النص الوارد في هذه المسألة إن ورد فيها نص محتملاً قابلاً للتأويل كقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلينا حدق من العصر إلا في بني القريضة فهم بعض الصحابة لهذا النص ظاهر الأمر بالصلاة في العصر من القريضة ولو بعد وقتها وفهم البعض الآخر من النص الحث على المسارعة في السير مع تأيديل السنة في وقتها ولم ينقر صلى الله عليه وسلم على أحد الفريقين ما فهمه كما لم يعني في أحد الطرفين على ما فعله قد يقض الإمام الشافر رحمه الله على هذا المعنى لما أجاب عن سؤالي عن اختلاف المحرم فقال كل ما أقام الله به حجة في كتابي أو على لسان نبيه المنصوصة مبيناً بيناً لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه ومن قال ذلك يعني يحتمل التأويل ويدرك قياساً فذهب المتأول أو القياس إلى معنى محتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره أو فيه غيره لم أقل أنه يضيق عليه ضيق القلاف في المنصوص قد استدل الشافر رحمه الله على أن الاختلاف مضموم فيما كان نصه بيناً بقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعدما جاءتهم بيناً والبينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وَلَا تَقُنُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا أَوْمُ بِيِّنَاتُ وَوْلَا إِقْنَامُ عَذَابًا عَظِيمٌ والثالثة أن تقول مثلا متردد بين طرفين ووضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحد يمه والنفي في الآخر ويوضح ذلك القلام أن إمام الشاطب رحمه الله هذا الشرط بمثال وهو النهي عن بيع الغرر ورأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنة والطير في الهواء والسمق في الماء وعلى جواز بيع الجبة التي حشوها مغيباً عن الأبصار ولو بيع حشوها بانفراد لم تنع فهذان الطرفان في اعتبار الغرر وعدم اعتباره لكثرته في الأول وقلته مع عدم انفكاكه عنه في الثاني فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر فأي متوسطة بين الطرفين آخذة بشبه من كل واحد منهم فمن أجاز مال إلى جانب اليسارة ومن منع مال إلى جانب الآخر ويزيد الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله التأقيد على هذا الشرط بعبارة وقال فيها وإنما يأسوغ الاشتهاد فيما يجوز فيه النسخ والتبديل وورود العبارة فيه بأحكام مختلفة تارة بحضر وأخرى بالإباحة وأخرى بالإجابة على حسب ما يعلم أو ما يعلم بالإجتهاد أن أصول بصيرا بوضع الاختلاف جديرا بأن يتبع له الحق في كل نازلة تعرض لهم ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف فعن قتادة رحمه الله قال من لا يعرف الاختلاف لم يشم أنفوه الفقه هذه عبارة دقيقة من لا يعرف الاختلاف لم يشم أنفوه الفقه نحن واقعين بها اليوم كثير من مجتمعنا وشبابنا والذي تحمسونا القضية الحقيقة يعني يرى فقط جانب واحد ولا يرى جانب الأخرى رابعا أن لا تكون مسألة مشتهد فيها من المساء العقيدية أو العقيدة فإن اجتهاد القياس والرأي خاصة مساء الأحكام وحكم مع ابن بر رحمه الله اتفاق العلماء على ذلك قال لا خلافة لا يفق على وصار رسال أهل السنة وهم أهل الفقه من حديث في نفس القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام وعدم القيم رحمه الله من أنواع الرأي المذموم باتفاق سلف الأمة الرأي المتضمن تعطي الأسماء الرب وصفات يوافع علي بالمقاييس الباطلة وضعها أهل البداي المطلع إلى آخره خامسة أن تكون المسألة المشتهد فيها من النغازي الوقاع أو مما يمكن وقوعه في الغالب والحاجة إليه مرسل إلى آخره يعني قد استدل الجمهور على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته وذكر الحافظ بن حجر رحمه التعليق على هذا الحديث وترجيح ابن منير أنه في كثير المسائل عما كان وعما لم يكن وصنيع البخاري يقتضيه وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قره لكم ثلاث القيلة وقالوا عضاعة المال وكثرة السوال وهذا في بداية التشريع قال ابن القيم رحمه الله ولكن إنما كانوا أي الصحابة رضي الله عنهم يسألونه وإن نبي صلى الله عليه وسلم عما ينفع من الواقعات ولم يكنوا يسألونه على المقدرات والغلوطات وعضل المسائل يعني الشديدة ولم يكنوا يشتغلون بالتفريع المسائلي وتوليدها بل قالت همامهم مقصور على تنفيذ ما أمره الله به فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الأشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم أفضاء وعنها والله غفر حليم قد سألها قولوا من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين إلى آخران نتوقف عندنا المسألة الرابعة حكم النظر فيما يسوق الاجتهاد فيه من النوازل الحادثة وهذه المطلوبة منكم إن شاء الله في الدرس القادم أو في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى مع بيان ما قلناه من حكم نقل الأعضاء البشرية هذه المسألة الأولى والثانية فيما يخص بنوك التي تستقبل الحليب وهذا في الغرب طبعا فتدخره وتطعمه إلا للأطفال وأيضا المسألة الثالثة هي مسألة قروضة ربوية ونأخذ منها قرض الإسكان أولها قرض الإسكان حل هو قرض جائز أم لا سبحان ربك رب العزيز وعمى سفوه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هناك سؤال يا إخواني أقضى عليكم سؤال يا إخواني أقضى عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر